بسم الله الرحمن الرحيم أرسل لي أحد الأحبة معلومة أحببت أن أوصلها لكم أيها الأحبة ما معنى ورفعنا لك ذكرك هذه الآية تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما معناها العمل في حياتنا العملية الحقيقة هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة إلى الله في مكة المكرمة في مرحلة ضعف المسلمين ولم يكن أحد يتوقع أن يبلغ عدد المسلمين 2 مليار مسلم اليوم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك الحقيقة لو تأملنا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك يعني ذكرك مرفوع كقيمة عددية مرفوع كعدد مرات ومرفوع كمعنى أيضا يعني مثلا نحن عندما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مثلا في الصلاة نحن نذكر اسم محمد في الأذان نذكر اسم محمد في الإقامة نذكر اسم محمد عندما نقرأ القصص التاريخية والسيرة النبوية نذكر اسم محمد طيب كم مرة يذكر اسم محمد على الأرض كل يوم خلال 24 ساعة أيها الأحبة المسلمون يؤدون الصلاة خمس مرات كل يوم أنا لدي اثنين مليار مسلم لنفرض نأخذ الحد الأدنى الذين يطبقون الصلاة أو يقيمون الصلاة لنقول هناك عشرة بالمئة يقيمون الصلاة طبعا العدد أكبر من هذا بكثير لأننا نرى المساجد يوم الجمعة ممتلئة نرى المسجد الحرام ممتلئ وبالتالي يعني العدد أكبر ولكن دعونا نأخذ الحد الأدنى إذا فرضنا أن هناك عشرة بالمئة من المسلمين اليوم في العالم ملتزمون بالصلاة يعني هناك 200 مليون مسلم يؤدون الصلاة خمس مرات كل يوم طيب هؤلاء كم مرة يذكرون اسم محمد عد معي أخي الحبيب أولا في كل صلاة هناك الجلوس للتحيات والتشهد فأنت تقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه مرة ثم تقول اللهم صلي على محمد هذه المرتين وعلى آل محمد ثلاث مرات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد أربع مرات وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذن في كل تشهد أو في كل صلاة أنت تقول خمس مرات اللهم تذكر اسم محمد فإذا جمعنا كم مرة يذكر الإنسان اسم محمد في الصلوات في الركعات السبعة عشر يكون لدينا تسعة وعشرين مرة يذكر اسم محمد وأثناء الإقامة أنت لابد أن تقيم الصلاة عندما تصلي تقيم الصلاة تذكر اسم النبي مرة في إقامة الصلاة فيصبح المجموع ثلاثين طبعا هناك يذكر اسم النبي في الأذان يذكر اسم النبي بعد الصلاة نقول اللهم صلي على سيدنا محمد في بداية حديثنا نحمد الله ونصلي على نبيهم يعني نذكره كثيرا ولكن أنا سأكتفي فقط بثلاثين مرة كل مسلم يذكرها وبخاصة الملتزمين بالصلاة لنعتبر أن لدينا عشر بالمئة يصلون يعني ميتين مليون هؤلاء الميتين مليون كل واحد منهم يذكر اسم محمد ثلاثين مرة على الأقل على الأقل هذا ثلاثين مضروب في مئتي مليون يعني ستة مليار مرة يذكر اسم محمد على الأرض وهذا هو الحد الأدنى هذا الرقم الحقيقة صادم بالنسبة لمن يجهل هذا الموضوع على الأرض اليوم كل يوم يذكر اسم محمد كحد أدنى ستة مليارات أو ستة مليارات مرة إذا أضفت كما قلت الأذان والصلاة على النبي سيكون العدد أكبر من ذلك بكثير طيب ما هذا الإعجاز الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا لك ذكرك تمام واسم هذا النبي يذكر كل يوم مليارات المرات بالرغم من أنوف الملحدين والمشككين والمنافقين والكافرين وأعداء الإسلام يتم ذكر اسم محمد على الرغم من الحرب الإعلامية الشارسة التي تشن على هذا النبي وهي حرب أفواه كما أكد القرآن وأشاره وأنبأ بهذه الحرب عندما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم حرب إعلامية بالأفواه بالكلمات يعني ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون على الرغم من كراهية المشركين اليوم والملحدين والذين يديرون السياسة العالمية للأسف يشوهون صورة النبي ولكن ذكر النبي يكثر ويزداد وعلى رغم من كل ذلك سبحان الله هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من كان يتخيل في قبل أكثر من 1400 سنة في ضعف المسلمين عندما كان عدد المسلمين بالعشرات لما نزلت هذه الآية وهذه الصورة مكية باتفاق الشرق والغرب وباتفاق المشككين والمستشرقين وكل الناس صورة مكية صورة الشرح والسؤال كيف علم النبي لو أنه هو الذي كتب القرآن كيف علم أن ذكره سيرفع إلى يوم القيامة ورفعنا لك ذكرك إذن هذه القضية أيها الأحبة أو هذه الآية إذا فكرنا فيها بالفعل نجد فيها إعجاز واضح يشهد على أن قائل هذا الكلام ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس من تأليف الصحابة من بعده أو كما سمعت بعض المشعوذين يعني يقول الذي كتب القرآن العباسيين أو الذي اخترع شخص ليس هناك شخص اسمه محمد يعني من هذا الكلام موجود على الإنترنت كثير منه وبعض الأحبة يرسلون مقاطع فيديو لأرد عليها طيب ماذا ترد على يعني أنا قبل فترة تحدثت عن نسخة في جامعة بيرمينجهام أجري عليها تحليل بالكربون المشع سي فورتين أثبت علميا أنها تعود هذه المخطوطة للقرآن الكريم لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي واحد جاهل يقول لك ما هو الدليل على وجود القرآن ووجود النبي يعني نرد على كلام فارغ بالله عليكم ماذا ترد يعني فإذن أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وتطمئننا أن الإسلام بخير وأن الإسلام هو دين الله الحق ويعني أنا أود من كل أخ مؤمن لديه فكرة أن يرسلها لنا لنوصلها للناس لأن الفكرة إذا بقيت في دماغك حقيقة ستموت لن تستفيد منها شيئا أما مثل هذه الفكرة ربما تصل للآلاف أو عشرات الآلاف فلو أخذت من كل واحد حسنة حسنة مثلا أحسب بقى يعني أداله على الخير كفاعله والله سبحانه وتعالى يعني يعطي أجرا عظيما على الدعوة إلى الله هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله أن تكون أنت سببا في الدعوة إلى الله بالإضافة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد لنا أنه من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يعني إن شاء الله الأخ صاحب هذه الفكرة له أجر وأنا لدي إن شاء الله لي أجر أنا نقلت هذه المعلومة وكل من استفاد منها له أجر وكل من ينقلها له أجر هذا هكذا ينتشر الإسلام هكذا يظهر هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقي ليظهره على الدين كله لينشره يعني ليظهر يصبح يعني اليوم الإسلام هل يخفى على أحد انظروا صلاة العيد مثلا كيف كانت في أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق لا يتخيل أحد من قبل أن أعداد المسلمين بهذه الكثرة والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك أيضا عندما قال والذي نفسي بيده سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهر أي هذا الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهر بالفعل كل بقعة يصلها الليل والنهر فيها مسلمون طبعا لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة